السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أعزائي الطلاب في درس جديد من دروس الرياضيات للصف التاسع وهو بعنوان تحليل المقدار X squared plus BX plus C وهو الدرس الخامس من الوحدة الثامنة الجزء الأول سوف تتمكن عزيزي الطالب في هذا الفيديو من فهم تحليل ثلاثية الحدود وتحليل المقدار X squared plus BX plus C إلى عوامله عندما C greater than zero و B greater than zero المثال الأول مثال 1A صفحة 157 ما العلاقة بين تحليل ثلاثية حدود إلى عواملها وضرب ثنائيات الحد الحل لنأخذ على سبيل المثال ثنائية الحد X plus 2 ولنضربها في ثنائية الحد X plus 3 لأجل عملية الضرب هذه نكتب X plus 2 ونكتب أيضا X plus 3 بهذا الشكل ونقوم بعملية الضرب عند ضرب positive 3 في positive 2 يكون الناتج positive 6 وعند ضرب positive 3 في الـ X ينتج لدينا positive 3X أما عند ضرب X في الـ positive 2 ينتج لدينا positive 2X وعند ضرب X في الـ X ينتج لدينا X squared أما الآن فنقوم بجمع الحدود المتشابهة فينتج لدينا positive 6 و positive 5X وX squared لاحظ عزيزي الطالب أنه عند ضرب X plus 2 times X plus 3 كان الناتج X squared plus 5X plus 6 وهكذا نكون قد حصلنا على ثلاثية الحدود من خلال ضرب ثنائيتي الحد وإذا أردنا العمل عكسيا والعودة من ثلاثية الحدود إلى ثنائيتي الحد فإن هذه العملية تسمى تحليل ثلاثية الحدود الآن أريدك أن تنظر عزيزي الطالب إلى الحد الثابت في ثلاثية الحدود والحدين الثابتين في ثنائيتي الحد ماذا تلاحظ؟ أحسنت نلاحظ أن 2 times 3 يساوي 6 ركز الآن على الحد الأوسط في ثلاثية الحدود وقارنه بالحدين الثابتين في ثنائيتي الحد ماذا تلاحظ؟ رائع تلاحظ أن 2 plus 3 يساوي 5 لذلك عزيزي الطالب فإنه عند تحليل ثلاثية الحدود إلى عواملها نعمل عكسيا في محاولة لإيجاد عاملين كل منهما ثنائيتي حد بحيث يكون ناتج ضربهما يساوي ثلاثية الحدود انظر إلى ثلاثية الحدود هذه إكس سكويرد بلس بي إكس بلس سي فلتحليل ثلاثية الحدود إلى عواملها يكتب في الصورة إكس بلس بي تايمز إكس بلس كيو إذا كان بي تايمز كيو يساوي سي ناتج ضرب الحدين الثابتين في ثنائيتي الحد يساوي الحد الثابت في ثلاثية الحدود وأيضا بي بلس كيو يساوي بي أي ناتج جمع الحدين الثابتين في ثنائيتي الحد يساوي معامل الحد الثاني في ثلاثية الحدود المثال الثاني مثال 1B صفحة 157 مصيغة التحليلية لثلاثية الحدود X² plus 5X plus 6 الحل X² plus 5X plus 6 يساوي نفكر في ثنائيتين حد يكون ناتج ضربهما يساوي ثلاثية الحدود ونحن نعلم أن X² تساوي X times X فنضع X في هذا القوس وX في القوس الثاني فكر الآن عزيزي الطالب في الحدين الثابتين هل لهم نفس الإشارة؟ أم أنهما مختلفان في الإشارة؟ أحسنت إنهما متشابهان بالإشارة ولكن كيف عرفت ذلك؟ ممتاز لأن الحد الثابت في ثلاثية الحدود موجب أي أن C greater than zero هل تستطيع الآن تحديد هذه الإشارة؟ رائع إنها positive ولكن ما السبب؟ أحسنت لأن إشارة معامل الحد الثاني موجبة أي أن B greater than zero هو من أجل إيجاد الحدين الثابتين في ثنائيتين الحد لا بد من إيجاد عوامل الحد الثابت في ثلاثية الحدود وهو العدد 6 فكر عزيزي الطالب في هذه العوامل أحسنت إنها 6 و 1 أيضا 3 و 2 ولكن كيف يمكنك أن تقرر اختيار العاملين المناسبين؟ ممتاز بحيث يكون مجموع العوامل يساوي 5 وهو معامل الحد الأوسط الآن هل سوف تختار هذين العاملين؟ أحسنت ولكن لماذا؟ لأن مجموع العاملين 6 و 1 لا يساوي 5 لذلك حتما سوف تختار هذين العاملين لأن مجموع العاملين 3 و 2 يساوي 5 فنضع العامل 2 في القوس الأول بينما نضع العامل 3 في القوس الثاني ولكن هل يجوز أن نضع العامل 2 في القوس الثاني والعامل 3 في القوس الأول؟ فكر أحسنت يجوز ذلك لأن الضارب عملية إبدالية ولكي تتحقق عزيزي الطالب من حلك نقوم بضرب ثنائية الحد x plus 2 في ثنائية الحد x plus 3 بالشكل التالي positive 3 times positive 2 ينتج positive 6 وعند ضرب positive 3 في الـ x ينتج لدينا positive 3x أما عند ضرب الـ x في الـ positive 2 ينتج لدينا positive 2x وعند ضرب الـ x في الـ x ينتج لدينا x squared وبتجميع الحدود المتشابهة ينتج لدينا positive 6 وpositive 5x وx squared سوف تلاحظ عزيزي الطالب أن ثلاثية الحدود الناتجة من ضرب ثنائيتين الحد كانت مساوية لثلاثية الحدود الأصلية المثال الثالث تمرين 26 صفحة 162 مصيغة التحليلية لثلاثية الحدود x squared plus 9x plus 18 الحل x squared plus 9x plus 18 تساوي نفكر في ثنائيتين حد يكون ناتج ضربهما يساوي ثلاثية الحدود ونحن نعلم أن x squared تساوي x times x فنضع x في القوس الأول ونضع أيضا x في القوس الثاني فكر الآن عزيزي الطالب في الحدين الثابتين هل لهم نفس الإشارة أم أنهما مختلفان في الإشارة؟ أحسنت إنهما متشابهان في الإشارة ولكن كيف عرفت ذلك؟ ممتاز لأن الحد الثابت في ثلاثية الحدود موجب أي أن c greater than zero هل تستطيع الآن تحديد هذه الإشارة؟ رائع إنها موجبة ولكن ما السبب؟ تمام لأن إشارة معامل الحد الثاني في ثلاثية الحدود موجبة أي أن b greater than zero الآن فكر عزيزي الطالب في العاملين أحسنت العاملين هما six وثري ولكن لما اخترت هذين العاملين؟ أحسنت لأن ناتج ضرب العاملين six وثري يساوي 18 وهو الحد الثابت في ثلاثية الحدود بينما ناتج جمعهما six وثري يساوي nine وهو معامل الحد الثاني في ثلاثية الحدود حاول أن تحل صفحة 158 اكتب الصيغة التحليلية لكل ثلاثية حدود قم عزيزي الطالب بإيقاف الفيديو ثم حاول أن تحل الآن قيم حلك في الفارع A X plus nine times X plus four أما الآن فقيم حلك في الفارع B X plus seven times X plus four الواجب صفحة 162 إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم أرجو أن تكونوا قد استفدتم منه بشكل جيد وإلى اللقاء في درس جديد ترجمة نانسي قنقر